متواجدون بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هنا بالعاصمة جونيف بعد زيارة عمل وبحث كانت لدينا في جمهورية التشاد حيث وقفنا على آخر التدابير المتخذة من قبل دولة التشاد التي انفتحت على المجتمع المدني ومنظمات دولية وباحثين من أجل مراقبة عمليتي منع تجنيد الأطفال لدى الميليشيات ولدى القوات الحكومية منذ سنة 2014 التي على إثرها تم حدف اسم تشاد من لائحة العاري الأممية